كي تشوف نوردين جمال بالماضي دون كنفرانس دي برس و تشوف الانتربيو التاع والليدير هم هنا شفت بعض الانتربيو الليدير هم هنا في فرنسا مع كانال بلوس، رمسي الإكيب ومشبه صناريان أبوارق نوردين لأنه العقلية مشي كيف كيف صناريان أبوارق إيجاوب بواحد الصيفة هكذا حتى ينبهروا منه والله العظيم نوردين يدخل أن يكونوا يقومون بإيجاده يكونوا يقومون بإيجاده ومع ذلك يقولون نوردين من يدخل ديجا يدخل من كهرباء يدخل تقول أنه سيكون الحرب يدخل من قلق والمستوى نوردين لأنك تتعلم لما أنت ذوق مثلا واحد وحد أنت يدخل لك يقول لك وش يوصل لك هنا في فرنسا عندما تتكلم عنه هذه تسمى شغول من طابوهات طابو طابوهات غير جون جزال لا تتكلم عنه لا تتكلم عنه لا تتكلم عنه لا تتكلم عنه ما تسمى هذه الشخصانة هذه حرفتهم عوض هو أنه يفكر لك تفكير وطني أراك أنت تمثل فريق وطني أو تتكلم أنت باسم بلاد المفترض هو أنه تكون أسئلة من أجل تنوير الرأي العام ومن أجل خدمة البلاد سواء تعلق الأمر بالصحفيين أو تعلق الأمر بالمدرب أو أي إنسان الذي يمثل البلاد يجب أن يمثلها أحسن تمثيل وإلا يأتي في دارك وقعد هذه الغلطة هذه متقسمة على كل حال خمسين خمسين صرت له كونفيرونس دي برس والله العظيم منه أنا غير يدخل يبدأ يدير هكذا في الحياة أقول له بسم الله هذا يبدأ طلع بقا يعني صرفيات اللي كنا نعرفوهم زمان عبد الزاق زواوي وابن يوسف وعدية وكذا يا حسنا وره راه اسمه تعقسنطينا نسيته الله يرحمه مسكين توفا نسيته اسمه وصلاح الله يرحمه محمد صلى الله وراه المستوى هذا أخوان مردين يعني الجزائر عقمت على هذه على هذا خاطئين خاطئين هذا وشوف نقول لك كيني الناس اللي هما متأثرين بهذه المواقع نتعى التواصل نتعى المواقع نتعى التواصل هذه للأسف شديد صارت تشجع في التفاهة تشجع في البوز تشجع في هكذا في أشكال هكذا فالناس هما هو لما يدخل يدخل بداعي هو أنه يدير حاجة بش يظهر بها كان الناس اللي هما يبحثون عن الظهور مش يبحثوا على الحقيقة والله يبحثوا على التوعية والله يبحثوا على الظهور بالتالي ذرك هو قال لك لما أنت هو يقلق جمال بالماضي ويخليه هو يكفر حاشا والله والله يقولك شما كلمة هو أراه يحقق معجزات تسمى هذيك ذركة أراه الفيسبوك أراه التويتر تكتوك الدنيا مقلب عليه يكتشوف أنت حاجة ما كانش خلاص يقلبوك عليها الدنيا قناوات تكلموا صحف وكذا اللي جال حاجة تثهى بينما المواضيع اللي هي تقدم خدمة البلاد وكذا صمون عميون بكم